حلقة جديدة من قط الليبس النهاردة الأهلي بيخسر 2-0 من باير مينخ في ماتش السيمي فاينال لكاس العالم للأندية والحقيقة في ماتش ما نقدرش نقول إلا أنه نتيجة كويسة نتيجة يعني لأول مرة ممكن بيكون فريق مغلوب وتقول النتيجة كويسة طبعا مقارنة بحاجات كتير أو نظرا لحاجات كتير نظرا للفرق الفني الكبير ما بين الفريقين نظرا لأن دي الفرقة باير مينخ فرقة في الموسم الماضي تعتبر اكتسحت كل الفرقة الكبيرة يعني كل الفرقة خدت سكر منها فالنتيجة تعتبر بالنسبة لجمهور الأهلي وبالنسبة لأي حد بتعكورة لما حد يبص على النتيجة أنا بير مينك كسب الأهلي تنصف يعني نتيجة كويسة على مستوى القتال والروح لعدة الأهلي قتله ولعبه بروح عالية جدا وده متوقع طبعا كل العالم بتفرج على المباراة اللعيبة وهي دي المنتالة وهي دي عقلية اللعيبة اللي موجودة في الأهل إن هما بيقتله فلعبه مباراة من ناحية الروح مباراة جيدة جدا كل اللعيبة بتقاتل كل اللعيبة تنوت نفسها كل اللعيبة في الكوار المشتركة رجالة كل اللعيبة في الكوار التانية رد فعلهم رد فعلهم جيد جدا ده بالنسبة لمطش الأهلي وباراة من نسبة للنتيجة وبالنسبة للمنتالة أو العقلية والروح والرجولة اللي جمهور الأهلي مستنيها من اللعيبة ومن الفرقة لكن على المستوى الفني لا الأهلي النهاردة كان عنده نواقص فنية كتير جدا وكان ممكن أنه يظهر بشكل فني أفضل وأنا حسيت وبقول لكم بكل أمانة يعني إن اللعيبة ما عندهاش إيمان بنفسها إنها لما بتوصل للتلت الأخراني بالكورة إنها تقدر إنها تعمل حاجة بالكورة إنها تقدر إنها تاخد القرار الصح وتاني ده ده رأي بكل صراحة يعني ده رأي بكل صراحة أنا بحاول إن أنا أبقى فير وعادل على قد مقدر لكن ما ينفعش النهاردة إن الناس تطلع تقول بعد المباراة إن الأهلي لعب مباراة فإنها رائعة لا الأهلي ملاقش مباراة فإنها رائعة الأهلي لعب مباراة نتيجة جيدة جدا نتيجة وقعية خلينا وقعيين 2-0 البيرانيكسة بالأهلي 2-0 تعتبر النتيجة كويسة كما ممكن نتيجة أكتر من كده لكن ومن ناحية الروح والرجولة اللي عيبة رجالة جدا اللي عيبة بتقاتل لكن على المستوى الفني لا اللعيبة ظهرت وهي معها الكرة إن فيه اتزاز كبير جدا إلا في أوقات قليلة جدا في المباراة في بداية الشوت التاني ونهاية الشوت الأول شوية آخر 3-4 دقائق في الشوت الأول اللي عيبت الأهلي يمسك الكرة ونقلل نقلة الكرة 7-8 نقلات 10-11 نقلة نقلوها كويس جدا ما بينهم وما بين بعض طبعا دون خطورة فلازم نحط كل حاجة في المكان بتاعه أول حاجة تقطي الأهلي الفريق الدوحيل ووصوله لنصف النهائي يعتبر إنجاز جيد هزيمت الأهلي من بار مونخ 2-0 في مطشكات ناس كتيرة جدا متوقع أنه يكون اللي سكور أكبر تعتبر نتيجة جيدة اللي عيبة بتقاتل ورجالة وبتلعب بروح كبيرة حقيقة إنما الأداء الفني لما يجا قيم اللعيبة فنيا من ناحية الفنية آآ لأ كان فيه يعني كان فيه توطر آآ وخوف كبير جدا أنا في رأيي إن اللعيب طبعا إنه هو العيب دولي اللعيب الدولي ما ينفعش نوعي خاف وهو مع الكرة وهو معهوش الكرة ما يخافش من أي حد من أي مخلوق على الأرض من أي مخلوق على الأرض من أي لعيب على الكوكب أنا العيب دولي آآ اللعيب النهاردة بتاع الأهلي والزمالك واللعيب اللي بتلعب في الأندية الكبيرة دي لعيبة دولية النهاردة اللعيبة كلها اللي موجودة اللي موجودة في الملعب بتتكلم 80-90% منهم لعيبة دولية يبقى خلاص هتت الخف وأنا معي الكرة وإن أنا يبقى عندي حالة توطر وأنا بقابل لعيب معين أو اسم معين المفروض ما يتبقاش آآ ما تبقاش آآ موجودة وأتمنى إن يعني ما فيش حد من الجمهورة أو الناس يقول له إن ميدو بيهاجم لا أنا بقول لكم دي حقيقة النهاردة ما ينفعش حد يطلع بعد المباراة يقول إن الأهلي أدى مباراة فنية جيدة لا الأهلي نتيجة جيدة لعيبة رجالة وبتقاتل ولكن من الناحة الفنية اللعيبة ظهرت متوترة وده أثر على قراراتهم جوة الملعب ميس باس كتير جدا اللعيبة أنا بتوصل التلت الأخراني معظم القرارات 80-90% منها كلها غلط وأنا بصراحة بعيدا عن نتيجة المباراة وتتوقع عن في بعض اللعيبة تكون عندها شجاعة أكبر وهي معها الكورة لأنه أنت بتلعب تلعب دولي تلعب النادي الأهلي لازم يكون عندك شجاعة أكبر لما تكون توصل للتلت الأكير من ملعب في موقف واحد على واحد أو في موقف أن أنت لازم تعمل كروس صح أو تعمل وان تو الخرارات اللعيبة الكبر كلها طول عمرها بتلعبها في الأهل والزمالك هرجع لكم مثلا مش عايز أخرم بين الأجيال لكن لما مثلا الأهلي لعب قدام باير مينخ في الماتش اللي هو كان خلص اتنين واحد آخر دي لا لعبت الأهلي لما كان بتروح التلت الأخير براكات لما راح حتى هو جن راح أنا راح حتى من جنب نوير تصرف صاحبين لعيب كرة تقيل لو جيت شفته أنا تفرجت على فكرة على شوت قريب من الماتش بتاع الأهلي وباير مينخ اللي كابتن شريف عبد الميناء وكابتن محمود الخطيب جابه جوان فيه والأهلي كسب اتنين واحد لا فيه فرق اه مستوى الفيرد بار مينخ جامدة فقط على شوت تاني يعني فيرد بار مينخ طبعا مسكت الأهلي في الآخر زي نقاهم في نص بالعام ومكل حاجة لكن فيه لعيب الكرة في الملعب عندها شخصية فلما يكون معاك كرة نعم فرق الأجيال وفرق الأسماء وكل حاجة ده النهاردة بصراحة ما شفتوش وهتكلم على المطش وعن الفنيات لأنه شغلتي إن أنا حل الفني إن أنا ممشيش وراء الزيتا لا بمشي بقى وراء معلق ولا بمشي وراء كلام الناس كلام الناس بتكتب كلام على تويتر أو على فيسبوك أنا بشوف مطشات كورة شغلتي إن أنا حللها لكو هنا أحلها لكو هنا فنيا المطش كان فيه حاجات كتيرة جدا كويسة يعني أقول حاجة الأهلي بدأ المطش مرعوب من بار مينخ مرعوب وهم فرقة يعني بصراحة هم فرقة جامدة فرقة جامدة جدا لكن مفروم ما توصلش لمرحلة الرعب ده رأي يعني من أول تلت في أول تلت ساعة من لمين ومش شمال والكورة التانية بتاعتهم كل عاجة وهشغلح لكم الكلام ده بالتفصيل لكن باكال أهلي تحسن في المطش بتاقي ياخد ثقة أنا باكدت بتوقع إن بعد الثقة دي وبعد والنتيجة لسة واحد صف إن الأهلي اللعيبة بيعندها شخصية أكبر لما توصل للتلت الهجومي من الملعب وأنا بقول لكم إن في جزء على اللعيبة وفي جزء على المدرب أنا بحب المسماني جدا واحد من المدربين الكويسين جدا وطبعا إنتوا عارفين إن أنا أكتر واحد يعني رحبت إن أنا هو يبقى موجود في مصر إن يبقى فيه مدرب أفريقي وإن هو رجل ورجل مدرب يعني سيفي بتاعه وبيحكي عنه مشان اللي هتكلم عنه لكن النهاردة كان فيه خوف كبير جدا من مسماني خوف كبير جدا من مسماني من نوعا ما تغلبش سكور ومش دي شخصية الأهلي ولا دي شخصية الأندق كبيرة اللي موجودة في مصر فممكن واحد يطلع بيكون بتفرج عليه يقول لك يا عم ميدو أنت جاي على الراجل وجاي على الناس لا أنا بقيم لكم قصة كورة اليوم اللي بيبقى حاجة كويسة بتتعمل بتبقى حاجة كويسة اليوم اللي إحنا بنشوف فيه حاجات نهاردة شفنا حاجات كويسة لكن ماينفعش الناس تطلع بعض المباراة تقول إن الأهلي قدموا برافع النية كبيرة ده كده بتجذب عن الناس بتضحك عن الناس لا الأهلي لم يشكل أي خطور على مرمى باير ميونيخ المفروض ماشي حتى لو أنت اتغلبت إن إنت إن إنت تكون فيه لعيبة عندها قرارات في التلت الأخير في الملعم لعيبة عندها جرقة في التسديد إنها تخش في التمنتاشر يبقى فيه كسافة هجومية كل ده كلامنا بنهاردة عشان نبقى منصفين لكل للناس للناس كلها مش حقيقة فيه ناس بتقول كلام فيه ناس بتطلع لكم في التلفزيون يا جماعة بتقول كلام عشان تجامل الناس وعشان تجامل آآ أندية بعينها ولكن كل حاجة لازم تتحط في نصابها وكل حاجة لازم تتحط في مكانها كويس لازم تتعلي كويس والحاجة اللي مش مظبوطة لازم تتقال عليها آآ